صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا متعودين بنروح نصبح على زملتنا لمياء حمدين عشان نعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور صباح الخير يا لمياء صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان صباح الخير عليك يا لمياء يعني فيه كلام إن فيه أصار ومجا جاياننا من ليبيا وجو أصلا طقس حر اليومين دول هو فيه حالة عدم استقرار في درجات الحرارة بتاعلى شوية وفيه معرضين لأمطار وحاجات كده غزيرة خلينا بقولها لك بالتفصيل بها صباح عليكم مشاهدينا في كل مكان وخلونا نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر نبدأ جولتنا على طول من محافظة القاهرة وبالتحديد من كبري أكتوبر اللي بيشهد كتفات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس في شارع رمسيس نفسه بيشهد كتفات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمر كبري 15 مايو المتاجه للمهندسين عليه كتفات مرورية أما شارع بورسعيد من نزلة كبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمر وفيه كتفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأمريا الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد فيه كتفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتاجه للمؤسسة في سيولة مرورية معادة بعض الكتفات عند المظلات دلوقتي هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وبالتحديد نبتدي من شارع الهرم اللي بيشهد كتفات مرورية الكتفات طبعا بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات وده طبعا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية فيه كتفات للمتاجه لكبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل فيه كتفات تانية مرورية بتبتدي تزيد من محطة المريوطية ومكملة لحد كبري فيصل كمان تظهر كتفات تانية في الشارع السودان لحد جامعة القاهرة ومدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابة أما كبري صفت فيه كتفات مرورية بتزيد طبعا في الاتجاه لجامعة القاهرة اللي جاية من أكتوبر اتجاه الدائري ونازل طريق مازال الطريق عفا مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو اللي طبعا بيشهد سيولة مرورية مع دب بعض الكتفات البسيطة قبل طلعة الدائري كمان فيه كتفات مرورية على كبري 15 مايو المتاجه للمهندسين والعكس وده بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكبري نروح لحد محافظة الإسكندرية فيها سيولة مرورية عند كبري ستانلي لكن فيه كتفات متفوتة عند بعض الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كتفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كتفات مرورية لكنها متحركة مازلنا في جولتنا المرورية هنروح لحد أسوانه هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كتفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كتفات مرورية كمان فيه كتفات مرورية تانية في شارع الحددين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكتفات المرورية كده خلصت جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هتبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس هيكون شديد الحرارة نهرا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب البلاد كمان فيه نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفيه فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوى وتمتد خفيفة مساء على مناطق من الأسكندرية درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 37 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في قنة 44 درجة أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 31 درجة وانتبع مع حضرتكم التقس بالتفصيل بعد شوية